اتنين الحسيون وعدن وباب المندب احنا شايفين الاوضاع في اليمن بقت صعبة جدا الحسيين بيتقدموا يوما بعد يوم طلعوا من صنعاء وصلوا الى تعز تعز يعني المسافة قليلة جدا لعدن المسافة قليلة حوالي 160 كيلو غربا 80 كيلو يكون في ميناء المخة يعني حاجة قليلة جدا يكون موجود على مضيق باب المندب اللي كنا بنحذر منه منذ شهور قليلة على الخريطة عشان نعرف الوضع الصعب اللي بقى فيه اليمن الشقيق اذا خريطة اليمن على هذا النحو التقريبي بهذا الشكل بنلاقي اليمن او خلينا نرسمها بشكل افضل اذا اليمن بهذا الشكل بنلاقي هنا صنعاء تقريبا هما جم على تعز اللي في هذا المكان بنتكلم على مسافة طويلة اطعوها للتعز 160 كيلو بقى يوصلوا لعدن لو مشوا كده 80 كيلو يوصلوا للمخة اللي هي موجودة على مضيق باب المندب اللي هو هذا المضيق يعني نتكلم مسافة ماشي يعني 60 كيلو ممكن يخضوها ماشي من تعز الى المخة على ساحل المؤدي الى باب المندب فبقينا دلوقتي في خطر شديد نتيجة انه في جماعة سياسية متطرفة موالية لايران تعتنق افكار متشددة ومذهبية بقت تسيطر على اليمن ثم على مضيق باب المندب ثم على الملاحة بالتالي في البحر الاحمر وتؤثر على قناة السويس مصر وجهة الدعوة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي انه يحضر القمة العربية في مصر ونأمل انه يتمكن من الوصول لانه هو الامل في انقاذ اليمن من الوضع الصعب جدا اللي بقى فيه الشعب اليمن بين تنظيم القاعدة من ناحية وبين الحسيين من ناحية تطرف مذهبي سني وتطرف مذهبي شيعي واصبح مضيق باب المندب على مسافة ساعات قليلة من المشي من تعز الى مخة تلاتة ايران والحرب الاهلية في الاسلام كل سنة ايران بتحيي ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم انما السنة دي وهي بتحيي الذكرى ما قلتش بقى وفاة السيدة فاطمة الزهراء وانما قالت استشهاد السيدة فاطمة الزهراء استشهاد معناه مقتل ومقتل معناه في قتله ومجرمين قتلوا السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ايران 2015 لأول مرة في المواقع الرسمية قناة العالم الرسمية صحيفة كيهان الرسمية كل الاعلام الرسمي الايراني يتحدث عن مقتل السيدة فاطمة الزهراء استشهاد السيدة فاطمة الزهراء صحيفة كيهان قالت ان منزل السيدة فاطمة تعرض للهجوم انتقاما من والدها تم كسر دلعها اسقاط جنينها تم عصرها بين الباب والحائط مواقع رسمية ايرانية قالت انه تم قتل السيدة فاطمة انما طبعا الكلام الخطير اللي هو موجود عند بعض الشيعة المتشددين منذ فترة طويلة جدا انما ده كان حبيث الكتب المتخصصة والنقاشات المذهبية الضيقة انما اول مرة لقيه على محطات تلفزيون على مواقع رسمية لأول مرة في 2015 ايران رسميا تقول استشهاد السيدة فاطمة الزهراء وليس وفاة السيدة فاطمة الزهراء وطبعا هذا الموضوع في النهاية بيحملوا فيه المسئولية الى الخليفة العظيم او بكر علامة المرجع الشيعة السيد محمد حسين فضل الله ضد هذا الكلام وطبعا كل السنة ضد هذا الكلام يكوناش نتمنى ان بفيه جدل مذهبي متعلق باستشهاد السيدة فاطمة الزهراء او باتهام غلات الشيعة لسيدنا ابو بكر السيدنا عمر بهذا الامر الخطير واثارة الفتنة في هذه الظروف شايفين اليمن فيها فتنة مذهبية سنة وشيعة العراق فتنة مذهبية سنة وشيعة سوريا فتنة مذهبية سنة وشيعة باكستان افغانستان فتن مذهبية سنة وشيعة فوسط هذه الحروب المذهبية المتصعدة تيجي ايران لأول مرة وتقول استشهاد السيدة فاطمة الزهراء وتحمل سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر هذه الجريمة جريمة مقتل السيدة فاطمة حسب قولهم طبعا عند اهل السنة توفيت السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد اشهر من وفاة النبي الاعظم ولا يوجد اي دليل ولا اي شيء يوثق موضوع استشهاد السيدة فاطمة الزهراء وكل ما ينسب الى الخليفتين ابو بكر وعمر هو محد بهتان لا اساس له في كتب التاريخ ولا كتب العلم ولا تاريخ السيار انما هذا الموضوع خطورته دلوقتي يعني لغاية 2014 ايران بتقول وفاة السيدة فاطمة الزهراء 2015 استشهاد السيدة فاطمة الزهراء يبقى احنا شايفين مين اللي بيتحرش بهذا الدين مين اللي بيقوّن نزع المذهبية في هذا الدين من اللي بنقل الحاجات الخلافية اللي موجودة في كتب وارفف مكتبات واماكن حبيثة الى وسائل الاعلام الكبيرة علشان يشعل الفتنة بين السنة والشيعة ده كلام في منطقة الخطورة وخطر كبير الاسلام وبذلك ايران بتشعل الحرب المذهبية بين السنة والشيعة اكثر واكثر بتصب الدين على السياسي والطائفي فوق الدين والسياسي وبتجعل الاسلام يدخل في اتون حرب اهلية وده للغرب والاسف ايديه ايران بيعمل من اجله منذ فترة حرب اهلية داخل اسلام بين السنة والشيعة اخر مظاهرها هو ان الاعلام الرسم الايراني يتحدث لاول مرة عن استشهاد السيدة فاطمة الزهرة